صبع الخير عزة الطلبة اليوم سنقمل وحدة النقود اليوم هو الخميس 30-4-2020 وهو آخر يوم في شهر نيسان أخذنا فيما سبق القطع النقدية القطع النقدية أمامنا الآن قرش خمسة قروش وهي تحتوي على خمسة قروش من فئة القرش عشرة قروش وهي تحتوي على خمستان قطعتين من فئة الخمسة قروش الربع أو الخمسة وعشرين قرشاً وهو عبارة عن عشرتين وخمسة أو عبارة عن خمسة قطع نقدية من فئة الخمسة قروش نصف دينار وهو عبارة عن خمسة عشرات بالعد قفزي عشرات أو بالعد بعشرات عشرة عشرون تلاتون أربعون خمسون قرشاً وهي ما يعادل النصف أو ربعين ربع زائد ربع لخمسة وعشرين زائد خمسة وعشرون يساوي النصف اليوم سنأخذ درس التطبيقات وهو درس تطبيقات رقم واحد أولاً نأخذ مصطلحات الرئيسية وهي قيمة مبلغ ثمان قيمة مبلغ ثمان ماذا نعني بهذه الكلمات لدي هنا بعض السلع التي نأتي بها من المحلات عندما أدفع أنا عم بدفع قيمة الشيء الذي أشتريه يعني هذه المصطلحة مثلاً قيمتها خمسة عشر قرشاً قيمتها أنا عم بقوم بدفع مبلغ المبلغ من المال هو ما أدفعه المبلغ من المال ما أدفعه بهذا الشيء والقيمة هي الرقم أو السعر السلعة التي أقوم بشراءها فأنا أدفع المبلغ المراد هنا أدفع المبلغ قيمة هذه القطعة عشرة قروش قيمتها عشرة قروش أو ثمنها وهو الثمن والقيمة في نفس الحيز ثمن أو قيمة عشرة قروش عندما أدفع المبلغ وهو عشرة قروش لنرى هنا في تطبيقنا هنا لدينا أتعلم عصير البرتقال بستين قرشاً سعره ستون قرشاً عصير البرتقال لدينا هنا أكثر من طريقة لدفع الستون قرشاً قطع نقدية مختلفة قيمتها ستون قرشاً نبدأ من اليد رقم واحد ننظر هنا نبدأ دائماً بالعملة الكبيرة عشرة منعد بشكل قفزي أو منعد عشرات كما تعلمنا في السابق عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون قرشاً وزائد خمسة يساوي خمسة وخمسون قرشاً وكذلك خمسة من فئة الخمسة القرش يصبح العدد لدي ستون قرشاً يستطيع هذا الشخص شراء العصير لديه ستون قرشاً هنا في الكف الآخر وهو رقم اثنان هل يستطيع شراء العصير أم لا؟ لديه نصف دينار وهو خمسون قرشاً دائماً نبدأ من العملة الكبيرة خمسون قرشاً يضيف عليه عشرة قروش من فئة العشرة قروش قطعة يصبح خمسون ستون إذن يستطيع كذلك شراء العصير لديه ستون قرشاً لكن هنا نصف هنا بشكل عشرات نذهب إلى رقم ثلاثة رقم ثلاثة لديه ربع أي خمسة وعشرون قرشاً خمسة وعشرون قرشاً زائد عشرة يساوي نقفز عشرات خمسة وعشرون يصبح خمسة وثلاثون زائد عشرة خمسة وأربعون مع خمسة كمانة هنا يساوي خمسون خمسون زائد خمسة خمسة وخمسون مع خمسة إضافية أصبح ستون إذن كذلك يستطيع شراء العصير رقم أربعة وهي اليد الأخيرة لديها كذلك ربع دينار وهو خمسة وعشرون قرش مع خمسة قروش يساوي ثلاثون أربعون خمسون ستون كذلك يستطيع شراء العصير ننظر هنا أعزتي الطلبة أن جميع اليدين لديها ستون قرشاً ستون قرشاً كذلك هنا ستون وهون ستون إذن جميعهم يستطيعون شراء العصير لكن بقطع نقدية مختلفة رأينا مختلفة شكراً لكم أعزتي الطلبة ستون قرشاً لكم شكراً لكم